بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأم الأرملة قامت على تربية ابنه خير تربية والحقيقة أنفقت له كل ما تستطيع من جهد ومال حتى دخل جامعة جيدة وحصل على تقدير جيد ثم هو يعمل في وظيفة مرموقة والحقيقة كانت له قصة حب بينه وبين فتاة ولم تكن على قدر جيد بالالتزام وكانت من أسرة غنية من أسرة سرية ولكن أمه نصحته أن يتزوج يعني امرأة تكون سلسة وبسيطة وأن تكون على خلق وعلى تدين والتزام ولكنه قال يا أمي إنني أحبها ولابد أن أتسفقها المهم بعد أن تزوجها وبعد قضاء شهر العسل جاء بعد ذلك وهو طبعا كان مصر أن أمه التي ضحت بحياتها وهي تلك الأرمال المسكيلة حتى تجعله رجلا زو مكانة المرموقة أن تعيش معه ولكنها كانت تعترض على ذلك المهم يعني في أول لقاء بعد شهر العسل جلست الأم على طعام الغذاء فإذا بالزوجة تقوم فجأة ولا تأكل وتدخل غرفتها فيذهب إليها فيقول لها لماذا تفعل ذلك؟ قالت إن أمك يداها متسخة غير نظيفة وهذه أفزت علي شهيتي وأنا لا أستطيع أن أعيش معها فقال لها هذه أمي التي تعبت من أجلي وضحت بحياتها وبذلت كل ما تملك حتى تجعلني في هذه المكانة وليس لها أحد إلا أنا فكيف؟ لابد أن تعيش معنا ثم قالت له وإن أبي يريدك فقال لها نعم إن أبوك اتصل بي بالتليفون أنا لا أعلم ماذا يريد قالت له ستعلم لأن أنا قلت له أن أنا أستطيع أن أعيش مع أمك إما أن أذهب إلى بيت أبي وإما أن لا تعيش معنا فالحقيقة قال لها طبعا غدا إن شاء الله قال لي أبوك أننا سوف نتغذى غدا يصير خير إن شاء الله في اليوم الثاني ذهب الزوج مع زوجته ومع أمه إلى بيت أبيها لطعام الغزاء والحقيقة وضعت المائدة ولم تكن الأم في المائدة بل كانت تأكل مع الخدم وهو لا يعلم ذلك ثم بعد ذلك أخذه أبوها وقال له إن بنتي متعبة ومجهدة وهي لا تستطيع أن تعيش مع أمك فقال له هذا كدام غريب كيف تقول ذلك؟ أنا لا أستطيع أن أتخلى عن أمي أبدا وبعدين لاحظ أن أمه لا تجلس في مائدة الغزاء فقال له أين أمي؟ فعرف أنها تجلس مع الخدم فإذا به ينفع الإنفعالا شهيد عليهم ويحمل أمه على يديه ويقول أنا لا أجلس معكم لأن أيديكم متسخة كقلوبكم هيا بنا يا أمي خذيني بيدك إلى الجنة وعندكم دنياكم ويشير إلى زوجتي يقول عندكم دنياكم وأمامكم شهر كامل تراجع نفسها إما أن تعود إلى رجدها وأن ترجع خادمة لأمي أقوم أنا وهي بخدمة أمي وأما أن أرسل إليها ورقة الطلاق بعد شهر واحد ثم يطلق الباب ويخرج طاركا البيت هذه قصة الحقيقة نتعلم منها درسة عظيم جدا في إحصائية قامت في جامعة القهرة قالت أن 88% من قصة الحب التي انتهت بزواج كان مصيرها للطلاق والكريسة الكبرى أن الإنسان يعجب أو الشاب يعجب بمفاتن فتاة جميلة جدا ولا يكون عندها ضابط من القيم والأخلاق والتدين فتكون هذه كريسة الحقيقة لأن الحقيقة أن اختيار الزوجة من أهم وأخطر القضايا الهامة التي تحدد مصير الإنسان إذا كانت سعيد أو تعيس وحتى مصيره عند ربنا سبحانه وتعالى الواحد يعني لما يروح سفرية بسيطة مثلا عايز يسافر شهر أو الأسبوع بيتخير أفضل رفيق فما بالك بقى في شريك حياتك أنت في الزواج تتخير شريكة حياتك لابد أن تكون إنسانة لها قيم لها أخلاق لها دين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة الأربع لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها فازفر بزيطة الدين تربية تدك مش التدين بس والالتزام لا طبعا لابد أن يكون عندها حد أدنى من الوعي والفهم ولابد أن يكون عندها حياء ولابد أن يكون عندها احترام وتوقير وتعظيم لزوجها دي قضية في غاية الأهمية جدا بعض النساء الأسف الشديد فهمين فات فهم خاطئ متصورة إن كرامتها وعزة نفسها مش مع زوجك لا من الأقوال أو المفاهيم الخاطئة اللي اتيها هدمت بيوت تقول أنا خيرت ما بين كرامتي وبين مشاعري وقلبي فاخترت كرامتي كرامت إيه ما فيش بين الزوج وزوجت حاجة اسمها كرامتي كرامتك في إيه بقى إن أنت تنخضعي وتنكسري وتطيع زوجته وتوقويه وتعظميه فهذا هي السعادة وهذا هو ما أراده الله سبحانه وتعالى في الحياة الزوجية الإسلامية السعيدة ترجمة نانسي قنقر